بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ووزير الخارجي الروسي سيري لفروف العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعيدة وفي اللقاء الذي انعقد في موسكو خلال زيارة نائب رئيس مجلس الرئاسة الرسمية لروسيا ناقشت طرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحاجة إلى بذل جهود دولية جماعية لدفع مبادرات السلام في اليمن وإشراك جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة ولا شقاء ولا صدقات دوليين ذو جدد اللقاء على همية العمل الدولي الموحد من أجل تحقيق الاستغرار القليمي وإحماية الأمن البحرية خاصة في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر